لا يمر يوم إلا وفيه قتيل أو جريح بسبب الحوادث المرورية التي تحصل على طريق العظيم أو ما يسمى طريق الموت الذي يربط بغداد وديالا بيكر كوك وصلاح الدين ومحافظات كردستان العراق حيثما يزال شبح الموت متربصا بطريق العظيم الذي يحصد عشرات الأرواح إذ لم فر للمسافرين إلى المحافظات الشمالية سوى سلوك هذا الطريق ذهابا وإيابا ما يسبب حوادث سير مروعة طريق هذا طريق يربط خام بني سعاد يعني بغداد وديالا وده تشوف مثل ما ده تشوفه تعبان طريق تعبان بالبداية خلوا هنا عرض ما القصاد لأجي الانتخابات ورها صارت حوادث بسبب هذا الطريق أنها سبرياء راحت لها فهذا صار لا يمكن عشر سنين هي شيء مكسر ومنتهي وهي قطعة صغيرة هنا قطعة صغيرة للدولة بوقت الانتخابات تعالوا انتخبوا تعالوا سووا وماكوا فايل ويمثل الطريق العظيم أحد أهم الطرق البرية في البلاد كونه ممرا تجاريا مهما ما أدى إلى ارتفاع حوادث السير هذا العام بسبب التخسفات والمطبات المفاجئة والتي تمتد لنحو ستين كيلو مترا وأشار مراقبون إلى أن الفساد هو السبب الرئيس في عدم إصلاح الطريق وأن المبالغ التي صرفت على الطريق أكثر من ثلاثين مليار دينار وبسبب الفساد المالي تم تحويل ملف الطريق العظيم إلى هيئة النزاهة منذ أشهر وبدون أي نتيجة هذا الطريق شابه الكثير من الأمور التي تخص عمله الطريق أو العمل حاليا محالي للجنة النزاهة حسب معلوماتنا عند مراجعتنا للجهدات العلاقة بأن هذا المشروح محالي للجنة النزاهة ولكن لحد هذه اللحظة لم تتخذ أي إجراء لجنة النزاهة ولا نعرف السبب والطريق الماليء بالتخسفات والمطبات يجبر السواق على تغيير مسارهم المفاجئ ما يتسبب بحصول حوادث مرورية مميتة أودت بحياة الكثيرين كما قال مدير دائرة مرور ديالة محمد التميمي وحوادث الطرق التي أصبحت بشكل يوميا تستدعي تحركا حكوميا جديا لإيقاف نسف الدم الجاري على طريق العظيم والتي أصبحت حصيلة ضحايا ما يعادل أكثر من عدد ضحايا الأعمال المسلحة ترجمة نانسي قنقر